ترأس الاجتماع الامير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة للمملكة العربية السعودية الرئيسة الدورية لمجموعة العشرين بمشاركة الدول الاعداء لمجموعة العشرين وبعض الدول المدعوة فضلا عن مسؤولين من منظمات دولية مثل منظمة اوبك ووكالة طاقة دولية ومنتدى طاقة دولي واشار البيان المشترك الصادر بعد الاجتماع الى ان المشاركين اتفقوا على ان جائحة كورونا لا تؤثر سلبا بشكل مباشر على الاقتصاد والمجتمع والمجالات الطبية والصحية فحسب بل وتتسبب ايضا في عدم استقرار السوق الطاقة العالمية مما يبرز احمية الضمان امن امدادات طاقة كما اكدت مجموعة العشرين على الجهود السابقة التي بذلتها مختلف الدول في تحسين كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات الغازات المسببة لاحتباس الحراري واشددت على ضرورة استمرار التعاون الدولي بشكل كامل على هذا الاساس ومواصلة بذل الجهود الجماعية للقضاء على نقص طاقة كما اكد البيان على ان مجموعة العشرين ستواصل ضمان امن الطاقة العالمي وتعزيز تشكيل السوق الطاقة دولية مستقرة وموثوقة بها وتشيع على خلق ظروف مواتية لاستثمار المتواصل لرأس المال وتدريب العمال في هذا المجال وذلك من اجل تحقيق هدف التنمية المستدامة لاسواق طاقة العالمية ترجمة نانسي قنقر